أكثر من 80 يوم مروا على الحرب في غزة وما زالت القوات الاحتلال بتواصل عضوانها على أهالي القطاع وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة أن في تقارير انتشرت في الصحف وفي المواقع الإسرائيلية والأمريكية كمان بتقول أن في مخطط لعملية عسكرية برية ستبتدي من معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع في اتجاه معبر رفح على امتداد محور صلاح الدين أو صلاح الدين أو اللي بيطلق عليه محور فلادلفيا طبعا في مصدر مسؤول نفع أي تحركات في هذا المخطط لأن في ترتيبات أمنية موقعة بين مصر وإسرائيل هي اللي بتحدد طبيعة انتشار القوات على امتداد محور صلاح الدين أو محور فلادلفيا عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا مينا طبعا عن هذا الموضوع هيعرفنا عليها الأستاذ كرم سعيد خبير الشؤون الإقليمية بالأهرام صباح الخير عليك يا أستاذ صباح النور يحمد يا أهلا بحضرتك قبل ما نتكلم عن الترتيبات الأمنية نشرح لسادة المشاهدين هذا المحور سبب تسميته بهذا الاسم وموجود فين بالزبط محور فلادلفيا بيمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا هذا بطول 14 كيلو متر بالزبط ما بين مصر وقطاع غزة هذه المنطقة بموجب اتفاقية السلام الموقعة في العام 79 ما بين مصر وإسرائيل يفترض أنها منطقة عزلة كانت هذه المنطقة وهذا المحور تحت السيطرة الإسرائيلية خاصة بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في العام 2005 حصل ما عرب بخطة فك الارتباط عندما قرر الاحتلال الإسرائيلي موادرة القطاع وفي هذا التوقيت تم توقيع اتفاقية أمنية مع القاهرة بتضمن إسناد المسئولية الأمنية لهذه المنطقة العزلة للدولة المصرية وكان هناك ترتبات أمنية تضمن 12 750 جندي مصر وهي قوة شرطية وليست قوة عسكرية كان تم الاتفاق على طبيعة التسليح الخاصة بها وهذه القوة كان مموت بها تأمين هذه المنطقة من العمليات الإرهابية وما يحدث من جرائم على الحدود بالفعل قامت الدولة المصرية بتأمين هذه المنطقة لكن بعد فوص حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006 سيطرت حركة حماس على هذه المنطقة وأصبحت حماس أو الحكومة الفلسطينية التي تم تشكلها في 2006 هي المسؤولة عن تأمين هذه المنطقة طبعا مع تطورات الأحداث وبعد عملية طفان الأقصى والممارسات الإسرائيلية على القطاع وسعي إسرائيل إلى الإمساك بكل المفاصل والمداقل التي تؤدي إلى قطاع غزة أصبح هناك حديث إسرائيلي الآن لإعادة السيطرة على هذا المحور من جديد لكن في الحقيقة أني الأمر لن يكون طبعا عباسيا هناك هذا الأمر لإعادة سيطرة إسرائيل على محور في ردليفيا مجددا أصدر أني بيتطلب ترتبات سياسية وترتبات أمنية خاصة هناك اتفاقية موقعة مع مصر في العام 2005 إضافة إلى أني مساع إسرائيل للسيطرة على هذا المحور وحرص إسرائيل الآن وبذلها كل ما يمكن من جهود للسيطرة على قطاع غزة بيصير الشكوك في هذا التوقيت يعني خاصة أني إسرائيل بتسعى إلى موضوع التهجير وتسعى إلى طرد سكان قطاع غزة هناك شكوك في الحقيقة حول الترتبات الإسرائيلية سواء من النحية السياسية أو الأمنية وأصدر أن هناك انتباه لدى الإدارة المصرية في هذا السياق المزعم الإسرائيلية بتقول أنه الهدف من الفكرة من طرح فكرة السيطرة على هذا المحور أنه بعد سيطرة حماس عليها لفترة كانوا تم حفر مئات يمكن نوصل لألاف الأنفاق وهي اللي كانت بتمثلت سوريا الحياة للموجودين أو للمقيمين الفلسطينيين موجودين في قطاع غزة اللي بيعد يعني عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني فهم متخيلين أنه مازالت هناك العديد من الأنفاق وأنه بالسيطرة على هذه الأنفاق قد يعني يسرعوا وطيرة الحرب أو العدوان على غزة حسب المزعم الإسرائيلية شوف الحياة أنا تقديري أني الطرح الإسرائيلي منذ عملية 7 أكتوبر ودخول إسرائيل إلى قطاع غزة والتواغل البري والمجازر والجرائم التي ارتكبها لإحتلال إسرائيلي في قطاع غزة بتكشف عن زيف هذه الادعاد إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر جرائمها في القطاع إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر العمليات العسكرية التي تقوم بها أنا في تقديري أن الأهم أن إسرائيل تحاول تبرير فشلها في العملية العسكرية التي أطلقتها على قطاع غزة إسرائيل في البداية وكان هناك بالمناسبة حجم ثقة كبير لدى المجتمع الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي وفي قوته الأمنية أنه يستطيع أن يحقق انتصار سريع على المقاومة الفلسطينية وبالتالي كانت الأهداف المعلنة في هذا التوقيت القضاء على حماس تدمير الأنفاق الإفراج عن الأسرة الحقيقة مع بدء العمليات العسكرية وبدء المواجهات والمواجهات المضادة ما بين المقاومة وما بين إسرائيل حتى هذه اللحظات لم تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجاز ملموس على الأرض يعني لأول مرة نتنياهو قبل أول من أمس يعتارب بأن الكلفة البشرية كبيرة وأن هناك الخسائر البشرية كبيرة وأن يشاطر ضحايا العائلات والذين فقدوا أبنائهم في هذه المواجهات حصلت إسرائيل على دعم غير مسبوك من الولايات المتحدة والقوى الغربية بعد عملية طفان الأقصى على المستوى السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وبرطانيا عطلوا كل القرارات التي قدمت في مجلس الأمن الوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية على المستوى العسكري الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معونة 14 مليار دولار لإسرائيل وقدمت الكثير من الأسلحة لإسرائيل وتم إرسال مستشارين عسكريين إلى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية روجت للسردية الإسرائيلية عن ما يحدث فيه القطاع وجانب من الإعلام الغربي تبنى السردية الإسرائيلية ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل إنجاز ملموس يغير المعادلة الأمنية والسياسية في قطاع غز إسرائيل دائما كانت تذهب إلى حرب خاطفة تحقق إنجاز ثم تعود اليوم الحرب دخلت يومها السمانين ولم تستطع إسرائيل أن تحقق ما ترجوه من أهداف وبالتالي هنا فكرة التحول في خريطة الأهداف التي كانت بتطرح إسرائيل اليوم التحدث عن سحب جانب من القوات العسكرية من القطاع وبالفعل تم سحب جزء من أحد الألوية الحديث عن عمليات نوعية الحديث عن الإمساج بمداخل قطاع غزة سواء من ناحية الحدود المصرية مع القطاع أو من ناحية معبر كرام أبو سالي أو من أي اتجاه خنق القطاع والسيطرة على كافة المعادلة هناك كمان تحول فيما يدور فعليا على الأرض يعني تحولت من الحديث عن معارك تخضها مباشرة على الأرض إلى بعض التصريحات المزيفة التي تخرج من الجانب الإسرائيلي بقيامهم بعمليات عسكرية في هذا المحوط هل هذا يقنع طيب المواطنين في إسرائيل؟ الحقيقة أنا في تأديري أن الإعلام الإسرائيلي الموالي لحكومة الحرب اليمينية المتشددة يحاول أن طوال الوقت أن يصدر صورة نمطية مختلفة لهذه الحكومة هناك حالة انقسام شديد داخل المجتمع الإسرائيلي درجة الثقة في المجتمع الإسرائيلي لم تتراجع فقط في حكومة نتانيا وإنما تراجعت في المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي كان هناك عقيدة دائما لدى المواطن الإسرائيلي بأنه يمتلك الجيش الذي لا يقن هذه العقيدة انهارت للمرة الثانية المرة الأولى في 73 والمرة الثانية في أحداث 7 أكتوبر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان مصنف ضمن أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم اليوم هذه الأجهزة الأمنية أصبحت على المحك وبالتالي نتانيا بتكشفت الدعاية بيقوم به جيش الاحتلال دائما هي دعاية هم الجيش الأقوى وإحنا شايفينهم هم الجهاز المخابرات الأقوى وإحنا برضو شايفينهم وبالتالي الأزرع الإعلامية الموالية للحكومة طوال الوقت بتحاول أن تصدر صور انتصار لهذه الحكومة سواء من النحية السياسية أو أو على الميدان لكن عمليا احتراف الجيش الإسرائيلي نفسه احتراف نخب عسكرية إسرائيلية رئيس الأركان الإسرائيلي السابق تحدث عن ضرورة إعادة النظر في الخطط العسكرية الإسرائيلية وضرورة النظر في ما يتعلق ب علاقة إسرائيل مع القطاع وأن الحرب المستمرة على القطاع لن تحقق اختراق في تحقيق الأمن الإسرائيلي هذه الحرب صحيحة طويلة لكن ليست الأولى من نوعات يعني طوال الفترة الماضية شنت إسرائيل العديد من العملات العسكرية لكنها لم تحقق الأمن وبالتالي ده بيرجعنا لي ما يطرح من ضرورة حل سياسي وضرورة أن تدرك إسرائيل أن احتلالها لي الأراضي الفلسطينية لن يحقق لها الأمن فكرة السيناريو اللي بتحول تطرحه إسرائيل أو أنها تبص كده شائعات بحيث لجس النبض يعني زي ما بيتقال أعتقد أنها غير مطروحة بالنسبة لنا على الأقل الجانب المصري لأنه بمنتهى البساطة لن يقبل أبدا الجانب المصري بأبدا المساس بهذا الشريط وإلا يعني ده حيعتبر تصفية القضية الفلسطينية بالإضافة طبعا إذا حيمس بالأمن القومي المصري هو في الحقيقة كمان يعني مش تصفية للقضية الفلسطينية وبس ده عودة سيطرة على قطاع غزر على أمن القومي المصري لأن في الحقيقة يعني الحديث عن سيطرة إسرائيل مجددا على معبر صلاح الدين اللي هو معبر فليد ليبي ووجود قوات إسرائيلية مجددا على هذا المعبر في ظل عمليات الإبادة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وفي ظل ما تطرحه إسرائيل وتتشبز بها عن قطة لتهجير القطاع صار أنه بيشير الشكوك حول وجود قوات عسكرية في هذا التوقيت على المنطقة العزلة وطبعا هذه المنطقة هي المفروض أنها منطقة عزلة بموجب اتفاقية السلام لكن سلوكيات الحكومة الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية التي تنقرت في عمليات إبادة ولا تتورى عن الإدرار بمصالح محطة الإقليمي صار أنها بتسير قدر كبير من الشكوك وفي نفس الوقت هي تعبر أو تكشب عن حالة الضعف التي تشد إسرائيل في هذا التوقيت يعني مع انطلاق العمليات الحسية في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب إسرائيل حاولت أن تصدر هذا الأمر على أنه لا يمس المصالح الإسرائيلية فقط وإنما يمس مصالح العالم وبالتالي بدرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة التحالف الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي قبل أيام اللي هو تحالف الازدهار لكن في الحقيقة أن هذا التحالف ولد ضعيفا أولا أي من الدول العربية السبع المشاطة البحر الأحمر لم تنضم إلى هذا التحالف المفهوم أن تأمين الملاحة في الحقيقة مرتبط بوضع حل لما يحدث في قطاع غزة صحيح أن الحوسيين بيحاولوا يستصمروا يعني بيحاولوا يستصمروا الأجواء دي لإصال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية وللقوة المنهضة للحوسيين في اليمن لكن بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في البحر الأحمر منذ عام 2001 بعد عملية هجمات سبتمبر وبالتالي استدعاها لتحالف في هذا التوقيت ومحاولة تصدير صورة أن بعض القوى والميليشيات والعناصر في المنطقة تضر بالأمن القومي العالمي وبالمصالح الاقتصادية العالمية هذا زيف فيه تقديري وأن الأمر مرتبط بضرورة وضع حد لما يحدث في قطاع غزة وضرورة تسوية سياسية للأزمة وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها المطلق لإسرائيل لأن في الحياة أني ده أضر بإدارة بايدن يعني إدارة بايدن منذ العملات العسكرية قدمت دعم مطلق لإسرائيل وطبعا بايدن حاول يوظف ده سياسيا مع اختراب العملية الانتخابية في العام المقبل لكن في الحياة أني استمرار الدعم المطلق واستمرار عمليات الإبادة الإسرائيلية في القطاع حمل ارتدادات سلبية على إدارة بايدن عشان كده شفنا بدأ نوع من التراجع اللافت في تصرحات الإدارة الأمريكية باتجاه الحرب ليه بقى هذه المزاعم؟ إذا كانت هذه المزاعم لا تنطلي على الشعب الإسرائيل ولا تنطلي أيضا على الدول التي هي حليفة لإسرائيل في الخارج قالت قبل كده أن المستشفى الميداني فيه أنفاق وتنطلق منه الهجمات ولم تكتاشف أي نفاق وجمع الشفاء اقتحمته بردو بحجة وجود الأنفاق وهذا الآن تتحدث عن هذا المحور بأنه فيه أنفاق ومصر أعلنت في العملية الشاملة سنة 2018 بأنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت موجودة شوف يعني خلينا نفرق بين حكتين المزاعم الإسرائيلية فيه جزء من المجتمع الإسرائيلي خاصة المتطرف هو مؤمن بهذه المزاعم والذي يسعى إلى تحقيق النبوة التورطية دولة الدولة الكبيرة من النيل إلى الفرط لكن أصبح هناك تغير فيه كبير داخل المجتمع الإسرائيلي يعني بتشوف الاهتجاجات المستمرة لعائلات الأسر استطلاعات الرأي كشفت عن تراجع شعبية نتانياو إلى 27% بعد التصرحات أو بعد الاستطلاعات بتطرح جانس رئيسا للحكومة بدلا من نتانياو يقير لبيد زعيم المعارضة وجه انتقادات حد لنتانياو ودع إلى ضرورة رحيله وتشكيل حكومة جديدة تحابي الشعب الإسرائيلي ولا تحابي نفسها هناك تغير فيه المزاج العام الإسرائيلي على المستوى الخارجي أتصار أن هناك نوع من التغير اللافت صحيح أن على مستوى الإدارة الأمريكية وبريطانيا يبدو هما الدولتين الدعمتين بشكل مطلق لإسرائيل لكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى المجتمعي هناك تحول اللافت يعني لندن شهدت أكبر التظاهرات الدعمة للفلسطينيين هناك تحول فيه استطلاعات الرأي هناك 500 موظف يعني بحزم ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز بتطالب الرئيس بايدن بدرود التدخل الفوري لوقف الحرب في نوفمبر الماضي تم كشف النقاب عن وثيقة موقعة من 100 موظف في الخارجية الأمريكية وفي هيئة المعونة الأمريكية تتهم بايدن بتصدير معلومات مضللة عن الأحداث في غزة رئيس الوزراء الأسباني أعلن رفضه الانضمام لتحالف الإزدهار الخاص بتأمين الملاحة البحرية وعشية زياراته لمعبر رفح ولقاءه بالرئيس المصري تحدث عن إمكانية اعتراف أسبانيا بدولة فلسطينية نحن أمام تغير كبير لكن إصرار إسرائيل على المضي قدما في هذه المزاعة أنا بتقديري بيرتبط بمجموعة من الدوافع أول هذه الدوافع هو التخطية على حالة الفشل في تحقيق نصر حقيقي من الحرب التي دخلت يومها التمانين الأمر الثاني أو الدفع الثاني مرتبط بمحاولة نتانياهو الهروب إلى الأمام من الانتقادات التي يواجهها طوال الوقت داخل المجتمع الإسرائيلي وأتصار أن نتانياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب للهروب مما ينتظر أمام القضاء الإسرائيلي نتانياهو مطلوب قضائيا بتهم جرائم فساد وغيره وبالتالي هو يعني ربما يحاول إطالة أمد هذه الحرب لمحاولة الهروب من محاكمته القضائية الأمر الثالث أن الجيش الإسرائيلي طوال الوقت يسعى إلى تبييض صرطه أو استعادة أو تحقيق نص حتى لو مزيف يستعيد أن يستطيع من خلاله استرجاع صرطه النمطية التي كانت لدى في الوعي الجمع الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقرر وبالتالي الحرص على تحقيق هذه الأهداف الذاتية الشخصية هي ما تدفع الإعلام الموالي للحكومة والإعلام الإسرائيلي طوال الوقت إلى تصدير صور مزافية كان أخرها مثلا ما أسير عن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس كل الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن الضيف تعرض لشلل ولكن مؤخرا تم بعض الفيديوهات التي كشفت أن محمد الضيف حي يرزق ويسير بأرحية داخل القطاع والحقيقة أن مثل هذه الأخبار ومثل هذه الصور أصرت بشكل كبير في العلاقة ما بين المجتمع الإسرائيلي ونغبته السياسية وساهمت في تكريس الإنقسام في الداخل الإسرائيلي أنصار أن نتنياه ورفاقه يعلمون أن ساعة المحاسبة قادمة وما يحدث هو نوع من المزيدة ومحاولة كل طرف إظهار أنه البطل في الدفاع عن إسرائيل لكن القيادة الإسرائيلية تعلم أن ساعة المحاسبة القادمة لا محالة وتحاول أن تهرب مزيد من الخطوات إلى الأمان أصوار السجن المفتوح فكرة بيطرحها دايما الجانب الإسرائيلي تحويل قطاع غزة لسجن كبير مفتوح وهو ما يدفع أهالي غزة أو ما يتخيل المزام الإسرائيلية أنه حيدفع أهالي غزة للهجرة طواعية مش حيلجأوا بقى للتهجير القصي وطبعا إحنا عارفين حيتجهوا نحية السيناء فهل هذه المذاعم أو هذه الأفكار هي اللي بتروض صانع القرار الإسرائيلي علشان كده بتحاول تتقدم نحية محور فلادلفيا؟ شوف أن دم الحقيقة أن الحلول الأمنية اللي طرحت لكل الأزمات الكبيرة اللي مر بها العالم لم تسعب في تحقيق حل حقيقي أو تقدم حل حقيقي يعني الولايات المتحدة الأمريكية عسكرت الأزمة في أفغانستان ومكست في أفغانستان سنوات طويلة وفي النهاية انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام كل الإشكاليات التي طرح على حلول أمنية فقط لم تسفر عن تحقيق اختراق حقيقي في مسألة الحلول وبالتالي أنا أتصار أن إصرار إسرائيل على طرح الحل الأمني فقط في هذا التوقيت بشأن إدارة القطاع سواء مع قطاع غز أو مع الضفة الغربي أو مع مجمل القضية الفلسطينية وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في الحلول الأمنية ومنطق التعامل الأمني والمنطق الفوقي في التعامل مع الفلسطينيين ونصف حقوق الفلسطيني ونصف القضية الفلسطينية أتصار أن ده مردوده سيكون سلبي على إسرائيل ولن تحقق إسرائيل اختراق كبير بشأن تحقيق أمنها سواء بقى بالدخول على محور فلدليفيا استمرار العملات العسكرية جوه القطاع غزة العملات اللي بيقوم بها المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية كل ده أتصار أنه لن يساهم في تحقيق الأمن في المنطقة بل بالعكس أن ارتداداته ومش تكون على إسرائيل بس بل على الإقليم وشفنا إزاي ده بدأ يتحوق يظهر في العمليات العسكرية أو الضربات النوعية اللي بتقوم بها الميليشيات في سوريا والعراق على القاعد الأمريكي القاعد الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لأكتر من 80 هجوم على مدار الشهرين الماضيين شفنا اللي بيعملوا الحوسيني وده تساعد إرد السرع للرئيس حذر منه من أول لحظة أهل الحوسيني اللي بيعملوه في البحر الأحمر ده يعني الإسرار على المضيق قدما في حلول أمنية أتصار أنها يوسع رقعة المواجهات وهو ما لنا تمنى وهو ما كانت بتحذر منه مصر وهو ما تسعى مصر دايما لحل هذه الأزمة ولوجود وساطة دولية تساعد على حل هذه ويمكن ده الطرح اللي تم المقترح المصري الأخير لمحاولة تسوية النزاع الحاصل يعني فيه مقترح مصري بيرتكز على مجموعة من المحاور هندسة هدنة ثانية تمتد من أسبوعين لثلاث أسابيع ثم التوافق على حكومة تقنقراط فلسطينية يعني يكون منوط بها مسألة المشاعدات الإنسانية وعادة الإعمار وغيرها وبعد كده انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط قطاع غزة كملا تمهيدا لوصول إلى حل سياسي وحل الدولتي وضحتنا لها نقاط كتير كنا محتاجين أن أعرفها كل شكرا لك الأستاذ كرم سعيد خبير الشؤون الإقليمية بالأهرام شكرا جزيلا شكرا يفهم شكرا جزيلا